بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أعطاه قيمته الحقيقية واعترف بالإنسانية وجعلها مناطة طور الكون وتقدمه وتحقيق إرادة الله فيه ولذلك حمله أمانة الحياة ومسؤولياتها وأحاطه بكل معاني التكريم حتى اعتبر عبد الله بن عمر حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة نفسها لذلك يعتبر الإسلام في حقيقته وهدفه وتوجيهه للإنسان إعلاما وإعلانا إليها لحقوق الناس وواجباتهم وما ينبغي أن يكونوا عليه منذ 15 قرنا كان من بين الحقوق الأساسية التي شرعها الإسلام وقررها للناس وأوجب تطبيقها والعمل بها حق المساواة الذي يعتبر في شريعة الإسلام أساسا لعلاقة الناس فيما بينهم ومظهرا من مظاهر العدالة الاجتماعية وركيزة لكرامة الشخص واعتبار قيمته الإنسانية ولذلك أوجب الإسلام تطبيق حق المساواة والتمسك به في جميع نواحي الحياة ونادى بالعمل به في الحقوق المدنية والمسؤولية والعقاب وفي جميع الحقوق العامة ومن أجل هذا يعتبر الإسلام بني البشر جميعا متساوين في طبيعتهم البشرية ولا تفاضل بينهم بحسب العنصر أو السلالة أو اللون وإنما هم يتفاضلون بكفاءتهم وأخلاقهم وأعمالهم وذلك مستاقا لقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عليم خبير الآية 12 من سورة الحجرات ولقوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا الآية 70 من سورة الإسراء وقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله طول حياته على تطبيق هذا المبدأ الإسلامي العظيم باعتباره أصلا من أصول الإسلام وأساسا من الأسس التي يقوم عليها مجتمع المسلمين وقد أبى في خطبة الوداع إلا أن يؤكد على ذلك ويدعو الأمة إلى التمسك بهذا الحق واعتباره فقال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب وقد غضب غضبا لم يرى مثله على وجهه عندما سمع أبا ذرن الغفاري يحتد على بلال ويعيره بلونه قائلا إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فإعينوهم فاستجاب أبو ذر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده على الأرض وأقسم أن يطأه بلال برجله توبة وتكفيرا عما صدر عنه ومن أخلاق جاهلية لقد شجب الإسلام تلك الانتيازات التي قامت في مجتمع الهنود والرومان واليونان من تمييز الناس بعضهم على بعض بحسب العنصر أو الجنس أو التكوين ولذلك حرم التفاضل الذي ميز الشعوب عن بعضها كان هذا النص للدكتور يونس الكتاني في كتابه الإسلام دين حقوق الإنسان الصفحة 35 دار النشر سمونا طبعة 1996 إذن لفهم النص نراجع الكلمات الصعبة الرصيد اللغوي تنمية الرصيد اللغوي إذن المناط ما هو المناط؟ المناط هو مدار هو مدار وتأتي بمعنى مكان التعليق مكان التعليق ركيزة وهي دعامة جمعها ركائز إذن ركيزة هي الدعامة جمعها ركائز التفاضل تفاضل تنافس في الفضل التفاضل هو التنافس في الفضل الكفاءة يعني المقدرة والبراعة والحضق يعني الكفاءة يعني أن تكون قادرا على فعل شيء وبارعا فيه يحتد يعني يحتد بمعنى أن يغضب وأن يطور يعني من الغضب والثوران الشجب هو الاستنكار والاستقباح والنقد بشدة إذن هذا هو الشجب إذن كاتب أتعرف على كاتب النص كاتب النص هو الدكتور يوسف الكتاني ولد سنة 1941 وهو محامي وأستاذ التعليم العالي كاتب إسلامي متخصص من كتبه معالم إسلامية وكذلك الإمام البخاري 2 في المغرب إذن اكتشف النص مما يتكون عنوان النص إذاً عنوان النص يعني هو جملة المساوات JON في الاسلام II إذن يتكون من المساواة كلمة المساوات وهي مبتدئ في الإسلام ذن centro المساواة في الإسلام هي جار ومجرور إذن يتكون العنوان من جملةٍ اسمية يعني يتحدد فيها مفهوم المساواة أين في الإسلام في الإسلام جار ومجرور في محل رفع خبر المساواة إذن ما مجال النص؟ إذن نحن لازمنا في إطار مجال القيم الإسلامية وبالتالي فالنص أيضا يندرج ضمن مجال القيم الإسلامية ما دليلك على ذلك؟ دليلي على ذلك يعني أن النص هو عبارة عن مقالة ذات بعد إنساني تعالج موضوع حقوق الإنسان في الإسلام إذن هي تعالج موضوع حقوق الإنسان في الإسلام وبالتالي فهذا يندرج ضمن مجال القيم الإسلامية وكذلك فهذا المقال هو مقتطف من كتاب الإسلام دين حقوق الإنسان وبالتالي فواضح أنه من مجال القيم الإسلامية إذن اكتشاف النص ننتقل الآن إلى الفهم يعني فهم النص ماذا يعتبر الإسلام في حقيقته وأهدافه؟ إذن للإجابة على هذا السؤال ماذا يعتبر الإسلام في حقيقته وأهدافه؟ نعود إلى النص إذن ماذا يعتبر الإسلام في حقيقته وأهدافه؟ إذن أولا يعتبر الإسلام أكثر الأديان كلها رعاية للإنسان وأعظمها عناية به وتقديرا له يعني إذن هذه هو حقيقة الإسلام أيضا كذلك يعتبر الإسلام في حقيقته وهدفه وتوجيهه للإنسان إعلاما وإعلانا إلهيا لحقوق الناس وواجباتهم إذن يمكن الإجابة بهذه الجملة يعتبر الإسلام في حقيقته وهدفه وتوجيهه للناس إعلاما وإعلانا إلهيا لحقوق الإنسان وواجبته إذن يمكن القول بأن الإجابة عن هذا السؤال ما هي نظرة الإسلام؟ ماذا يعتبر الإسلام في حقيقته وهدفه؟ إذن الإسلام في حقيقة وهدفه هو إعلان إلهي لحقوق الإنسان إذن هذه الإجابة على السؤال الأول السؤال الثاني ما هي نظرة الإسلام إلى بني البشر؟ نظرة الإسلام إلى بني البشر إذن يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال هذا المقطع يعتبر الإسلام بني البشر جميعا متساوين في طبيعتهم البشرية لا تفاضل بينهم بحسب العنصر أو السلالة أو اللون إذن الإسلام يعتبر بني البشر جميعا متساوين في طبيعتهم البشرية لا تفاضل بينهم بحسب العنصر أو السلالة أو اللون إذن هذا هو الجواب على السؤال الثاني نذهب إلى السؤال الثالث ما هو مقياس التفاضل بين الناس من المنظور الإسلامي إذن كما هو واضح وَإِنَّمَا هُمْ يَتَفَاضَلُونَ بِكَفَاءَتِهِمْ وَأَخْلَائِقِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ إذن تفاضل بين الناس من المنظور الإسلامي يعني الناس يتفاضلون بكفاءتهم وأخلاقهم وأعمالهم مستقلا لقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إذن الشاهد هنا هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم إذن هذا الجواب على الثالث ما هو مقياس تفاضل بين الناس من منظور إسلامي؟ وكفاءتهم وأخلاقهم يعني كما قلنا لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر الغفاري يعني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر الغفاري حيث أنه شتم أحد الصحابة ردوان الله عليهم بسبب أصله ولونه وهو بلال من رباح رضي الله عنه يعني شبه شتمه بلونه وبعرقه وكان هذا من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام لكي يزيحها ويزيلها يعني كما هو والد في النص يعني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع أبا در الغفاري يحتد على بلال ويعيره بلونه قائلا يا ابن السوداء يا ابن السوداء فسجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده بقوله يا أبا در أعيرته بأمه إنك امرأ فيك جاهلية يعني امرأ فيك جاهلية إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأهينهم إذن يعني كان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي در لأنه سبه غضب على أبي در لأنه سبه بلالة مرباح رضي الله عنه بأنه أسود إذن لكي نضع لكل فقرة عنوانا مناسبا علينا أن نعيد قراءة النص ونختار لكل فقرة من النص عنوانا مناسبا إذن الفقرة الأولى من النص هي هذه كما تعلمون الفقرة تنتهي بالنقطة وإلى السطر إذن يعتبر الإسلام أكثر الأديان كلها رعاية للإنسان وأعظمها عناية به وتقديرا له باعتباره خليفة الله في أرضه وأعظم مخلوقاته في هذا الكون وهو الذي أعطاه قيمته الحقيقية واعترف بإنسانيته وجعله مناطة تطور الكون وتقدمه وتحقيق إرادة الله فيه ولذلك حمله أمانة الحياة ومسؤوليتها وأحاطه بكل معاني التكريم حتى اعتمر عبد الله بن عمر حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة نفسها إذن كيف يمكننا أن نضع ما هو العنوان الذي يمكن أن نضعه لهذه الفقرة للفقرة الأولى يمكن أن نضع حرمة المؤمن عند الله مثلا حرمة المؤمن عند الله حين أننا في الآخر هناك حرمة المؤمن عند الأعظم وعند الله من حرمة الكعبة المشرفة إذن نكتب كعنوان لهذه الفقرة حرمة المؤمن عند الله عنوان فقرة كبير ولكن يعني معبر حرمة المؤمن عند الله لننتقل إلى الفقرة الثانية لذلك يعتبر الإسلام في حقيقته وهدفه وتوجيهه للناس إعلاما وإعلانا إلهيا لحقوق الناس وواجباتهم وما ينبغي أن يكون عليه منذ خمسة عشر قرن إذن ماذا يمكن أن نعنون هذه الفقرة إذن يعني حقيقة الإسلام وهدفه إذن يمكن أن نعنونها بحقيقة الإسلام وهدفه لهذه الفقرة بالنسبة للفقرة الثالثة كان من بين الحقوق الأساسية التي شرعها الإسلام وقررها للناس وأوجب تطبيقها والعمل بها حق المساواة الذي يعتبر في شريعة الإسلام أساسا لعلاقة الناس فيما بينهم ومظهرا من مظاهر العدالة الاجتماعية ولكيزة لكرامة الشخص واعتبار قيمته الإنسانية إذن يعني كيف يمكن أن نعنون هذه الفقرة إذن هذه الفقرة يمكن أن نعنونها بالمساواة في الإسلام ولكنها نفس العنوان للنص كاملا إذن يمكن أن نقول حق المساواة حق المساواة إذن يمكن أن نعنون هذه الفقرة بحق المساواة إذن ننتقل للفقرة الأخرى ولذلك أوجب الإسلام تطبيق حق المساواة والتمسك به في جميع نواحي الحياة ونادى بالعمل في الحقوق المدنية والمسؤولية والعقاب وفي جميع الحقوق العامة إذن بماذا يمكن أن نعنون هذه الفقرة بماذا يمكن أن نعنون هذه الفقرة يعني يمكن أن نعنونه بتطبيق حق المساواة تطبيق حق المساواة ننتقل للفقرة الأخرى ومن أجل هذا يعتبر الإسلام بني البشر جميعا متساوين في طبيعتهم البشرية ولا تفاضل بينهم بحسب العنصر أو السلالة أو اللون وإنما هم يتفاضلون بكفاءتهم وأخلاقهم وأعمالهم وذلك مستاقا لقوله تعالى وذلك مستاقا لقوله تعالى إذن ماذا يمكن أن نعنون هذه الفقرة ممكن أن نعنونها تفضيل الله الناس تفضيل الله الناس على سائر خلقه أو فقط تفضيل الله للناس تفضيل الله للناس كافية إذن ننتقل إلى الفقرة الأخرى وقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله طوال حياته على تطبيق هذا المبدأ الإسلامي باعتباره أصلا من أصول الإسلام وأساسا من الأسس التي يقوم عليها مشتما المسلمين وقد أبى في خطبة الوداع إلا أن يؤكد ذلك ويدعو الأمة إلى التمسك بهذا الحق واعتباره فقال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباءكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب إذن كيف يمكن أن نعنون هذه الفقرة إذن نعنونها يعني تمسك النبي بالمساواة تمسك النبي بالمساواة إذن هذا ما يمكن أن نعنونه به الفقرة الأخرى وقد غضب غضبا لم يرى مثله على وجهه عندما سمع أبا ذرن الغفاري يحتد على بلال على بلال ويعيره بلونه قائلا يا ابن السوداء فجزره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد قوله بيا أبدا أعيرته بأمه إنك امرأ فيك جاهلية يعني إلى نهاية الحديث إذن يمكن أن نعنون هذه الفقرة يمكن أن نعنونها نماذج من المساواة النبي نماذج في المساواة النبي يعني نموذج عملي للمساواة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسك بها لننتقل إلى الفقرة الأخرى فاستجاب أبو ذرن لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده على الأرض وأقسم أن يطأه بلال برجله توبة وتكفيرا عما صدر عنه من أخلاق الجاهلية إذن هنا يمكن أن نعنون هذه الفقرة بتوبة أبو ذر الفقرة الأخرى لقد شجب الإسلام تلك الامتيازات التي قامت في مجتمع الهنود والرومان واليونان من تمييز الناس بعضهم على بعض بحسب العنصر أو الجنس أو التكوين ولذلك حرم التفاضل الذي ميز الشعوب عن بعضها إذن حرم التفاضل الذي ميز الشعوب عن بعضها إذن هذه الفقرة الأخيرة هي خلاصة لكل ما ورده سابقا خلاصة توضيحية لأن الإسلام كان أكثر دين رفض الامتيازات ورفض التمايز بين الناس كما حصل في مجتمع الهنود والرومان واليونان إذن كيف يمكن أن نعنونا هذه الفقرة كيف يمكن أن نعنوناها يعني يمكن أن نعنوناها يعني الإسلام وباقي المجتمعات بخصوص الإسلام وباقي المجتمعات في مسألة التمييز نعم إذن ننتقل إلى التحليل ما هي الفكرة العامة للنص بالنسبة للفكرة العامة يمكننا أن نقول يعني الفكرة العامة للنص هي اعتناء الإسلام بكرامة الإنسان وإقراره لمجموعة من الحقوق أبرزها المساواة ومنعه كل أشكال التمييز بين البشر إذن هذه هي الفكرة العامة للنص بإمكانكم إعادة وعيدها اعتناء الإسلام بكرامة الإنسان وإقراره لمجموعة من الحقوق أبرزها المساواة ومنعه كل أشكال التمييز بين البشر إذن هذه يمكن أن نضعها كفكرة عامة للنص لماذا تستنتج من الموقف الأخير لأبي در يعني أبو در يعني مع أنه مسلم مع أنه من الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه يعني قام بعمل من أعمال الجاهلية حيث أنه سب بلال بن رباح رضي الله عنه سبه بلونه وقال له يا ابن السوداء إذن الموقف الأول لأبي در هو موقف يعني موقف جاهلي يعني موقف ينم عن أخلاق الجاهلية وموقفه الأخير مع بلال بن رباح حيث وضع خده على الأرض وطلب من بلال يعني أن يطأ خده برجله فكان هذا موقف فيه فيه توبة وفيه اعتدار من أبي در لبلال بن رباح رضي الله عنه لماذا يعتبر مبدأ المساواة مظهرا من مظاهر العدالة الاجتماعية لأن الله عز وجل خلقنا سواسية وبالتالي فالمساواة بيننا هي مسألة أساسية يعني فيما بين الناس لأن الله عز وجل خلقهم سواسية وبالتالي فالمساواة بين الناس هي مظهر من مظاهر العدالة الاجتماعية رابعا الإسلام دين يكفل حقوق الإنسان حلل هذه الفكرة وتوسع فيها إذن كما ورد في النص الإسلام هو دين يكفل حقوق الإنسان فالإنسان يحرم دم الإنسان سواء المسلم أو غير مسلم إذن فحق الحياة هو مكفول يعني في الإسلام مكفول بالنصوص الدينية الشرعية حق الحياة وكذلك يعني الحق في الكرامة يعني كل إنسان له كرامته فلا يمكننا أن نسب الناس أو أن نقضف أعراضهم أو نهينهم فهذا محرم يعني عبر تعاليم الإسلام نفسه كذلك يعني الصرقة هي محرمة في جميع الأديان وكذلك الإسلام فهي محرمة أن تصرق مال الناس وهذا فيه حق للملكية يعني الذي يتمتع به الإنسان إذن وكذلك مجموعة من الأمور مثل يعني ما رأيناه في هذا النص المساوات الإسلام يدعو إلى المساوات فيحرم التفرقة بين الناس على أساس جنسهم أو لونهم أو أصلهم وما إلى ذلك وهذا شكل من أشكال حقوق الإنسان ويمكنكم التوسع لأكثر من هذا إذا أردتم ذلك إذن ننتقل إلى التعبير أعبر تحدث عن دور الإسلام في تثبيت ثقافة حقوق الإنسان إذن الإسلام كان له دور كبير في تثبيت ثقافة حقوق الإنسان في العالم حيث أنه في القرور الوسطى في أوروبا مثلا لم يكن هناك أي تصور لأن الإنسان له حق يعني كان هناك منطق همجي تلغى فيه المساوات تلغى فيه حقوق الإنسان بشكل كام بشكل تام وكامل لأن فلا يعود إلا القوي مثل مجتمع الغابة القوي يفعل ما يشاء في الضعيف مثل الغابة فالإسلام ودين الإسلام وتعاليم الإسلام هي التي كرست نشأة حقوق الإنسان في أوروبا يعني الذين تتلمدوا الأوروبيون الذين تتلمدوا على يد العلماء في الجامعات العربية الإسلامية في الأندلس وفي سقلية الذين تعلموا من المسلمين أن حقوق الإنسان مسألة أساسية ومسألة جوهرية وأن الإنسان له حقوق وله كرامة وأنه علينا يعني أن لا فضل العربين على عجمين إلا بالتقوى إلا بالتقوى إذن هذه المفاهيم الأساسية كان للإسلام ولأمة الإسلام دور كبير في تتبيتها في وجدان العالم نعم إذن كان للإسلام دور كبير في تتبيت تقافة حقوق الإنسان في العالم إذن ثانيا اشرح الآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنت إذن الله عز وجل خلقنا من ذكر وأنت بمعنى أن أول الخلق كان سيدنا آدم عليه السلام أبونا آدم عليه السلام ومن ذلعية خلقت أمنا حواء عليه السلام فحصل بينهما تزاوج ونسلهم أنجبوا حتى وصل لنا نحن إذن ففي الأصل أبونا واحد وأمنا واحدة إذن نحن أبناء آدم وحواء يعني خلقنا الله عز وجل من ذكر وأنت وكذلك ولادتنا الشخصية نحن ولادة كل الفرد منا فلم ينبت نباتا من الأرض وإنما خلقهم الله عز وجل عن طريق التزاوج بين ذكر وأنت بين أمك وأبيك يعني خلقك الله عز وجل من خلال التزاوج بين أمك وأبيك إذن هذا هو تفسير هذه الآية وبالتالي فلا مجال للتكبر والتعجرف على أساس أنني وردت من أبواي هكذا وهكذا لأنه في الأصل في الأصل أبوك آدم وأمك حواء وكذلك كل البشرية إذن لا داعي للتفخر بأبيك وأمك نعم ثالثا إنسج على منوال من كان أخوه تحت يده فليطعمه من ما يأكل وليلبس من ما يلبس إذن سوف نترك الحروف باللون الأحمر ونبدلها بشيء من عندنا يعني جملة من عندنا ننسج على هذا المنوال هذا المنوال مثلا أعطيكم مثال ولكن عليكم أن تحاولوا أن تجدوا أمثلة من عندكم من كان كتابه في محفظته فليفتحه وليقرأ منه مثلا أو من كانت كتابها في محفظتها فلتفتحه ولتقرأ منه فل وال يعني هذا مثلا وبإمكانكم أن تبدعوا لنا على هذا المنوال تبدعوا أشياء ابحث ابحث عن آية قرآنية وأحاديد نبوية موضوعها حق التعلم وحق الحياة وحق الحرية مثلا بالنسبة لحق التعلم يعني يمكن أن نقول يعني قوله يعني في في سورة طه قول الله عز وجل وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما يعني أما بالنسبة لحق الحياة مثلا فهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذن هذا من حق الحياة وبالنسبة لحق بالنسبة للحرية يعني يمكننا القول يعني حديث أو آية كريمة يقول فيها الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذن هنا هذه آية ربانية يعني فيها حرية العقيدة يعني الله عز وجل يعني يترك للإنسان حرية العقيدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثانيا عد إلى النص ومثل لأساليب التالية النداء الاستفهام النائي يعني يعني يمكنكم العودة إلى النص وتلاحظ فيها أساليب الاستفهام النداء والنفي يعني دائما أساليب النفي تكون مرتبطة بلا النافية أو لم أو ما إلى ذلك مثلا أسلوب النفي هنا في الفقر الثاني ومما ينبغي أن يكون عليه ما ينبغي أن يكونوا علي هذا أسلوب للنفي النفي يعني النهي النفي أو النهي يعني نفس الشيء أسلوب النداء الوارد في النص يا أيها الناس يعني هذا أسلوب قرآني في النداء يا أيها الناس كذلك الحديث النبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أيضا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من سراب هذا أصلوب نداء هذا أصلوب نداء أيضا يا أبادر أبرز يا أبنى السوداء يا أبا در أعيرته بأمه هذا أسلوب استفهام هذا أسلوب استفهام هذه الأساليب الموجودة المرتبطة بالاستفهام دائما الاستفهام هناك أعلم الاستفهام في الآخر كما هو واضح إذن أتمنى أن يكون هذا العرض مفيدا لكم وأشكركم على حسن تتبعكم شكرا إلى لقاء آخر شكرا إلى لقاء آخر